السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المهندس السلام همام وهنتكلم النهاردة عن كلية جديدة من الكليات التكنولوجية الحديثة الموجودة في مصر وهي كلية التعليم الصناعي أو كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي بمسمها الحديث الكلية دي من الكليات العريقة زائد أنها فيها ميزة عن باقي الكليات التكنولوجية المختلفة وهي أنها مدعومة في الدعم الحكومي يعني المصروفات الدراسية بتاعتها أقل بكتير من باقي الكليات التكنولوجية الموجودة في مصر يعني مثلا هنا المصروفات الدراسية بتبقى 1,000 جنيه في بعض الكليات التانية بتبدأ من 8 أو 10,000 جنيه في السنة هنتكلم عن الأقسام وطريقة القبول في الكلية والدرجات العلمية اللي الكلية بتديها للطالب بعد التخقف أول حاجة الأقسام وهي فيها أقسام كتيرة جدا ودي برضو من مميزاتها وهنقول الأقسام كلها ولكن مش كل الأقسام بتبقى موجودة في كل الجامعات بعض الجامعات بيبقى فيها يعني أقسام معينة وعدد من الأقسام وجامعات تانية بيبقى فيها عدد من الأقسام التانية المختلفة فقبل ما تخش جامعتك اعرف القسم اللي جينت عاوز تخشه ده موجود في الجامعة ولا لا التخصصات هي تكنولوجيا التبريد وتكييف تكنولوجيا السيارات والجرارات تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولوجيا التحكم، تكنولوجيا النسيج، تكنولوجيا الأجهزة الدقيقة، تكنولوجيا الإنشاءات المدنية، تكنولوجيا الإنشاءات المعمارية أنا قلت عشرة تخصصات ولو أنتم لاحظين أن كل تخصصات دي موجودة في كليات الهندسة المختلفة تب إزاي التخصصات دي موجودة في كليات الهندسة وموجودة هنا برضو؟ هي الفرق هنا ان الدراسة بتبقى عملية اكتر اما في كلية الهندسة بتبقى الدراسة النظرية يعني احنا عندنا انا خريق كلية حاسبات ومعلومات الكلية بتاعتي كان نظرية بنسبة 70% او 60% وعملي بنسبة 40 او 30% في بعض يعني بتختلف مادة عن مادة تانية اما هنا في الكلية لا الكلية دي العملي بنسبة 70 او 60% والنظري بنسبة 30 او 40% بشكل اقصى او بحد اقصى وده عشان كده ده الفرق ما بينها وما بين كليات الهندسة انك هنا بتركز اكتر على التكنولوجيا اللي بتستخدمها في سوق العمل وليس النظريات المترتبة عليها او المبنى عليها هذه التكنولوجيا فده بيقويق اكتر في سوق العمل في الحاجة اللي انت تشتغل فيها بايدك ولكن بتبقى اضعف بشكل ملحوظ عن المهندس في التصميم او الحاجات اللي هي بتبقى محتاجها دراسة داخلية او نظرية اكتر بقية العلمية اللي الكلية دي بتقدمها هي دبلوم الدراسات العليا او باكاليريوس التعليم الصناعي وبعد كده الماجستير والدكتوراه في التعليم الصناعي طبعا الكلية يعني تقريبا بعض الشركات بتعتبر خريج بتاعها مهندس او بتديله نفس الصلاعيات المهندس وبعض الشركات بتحطوا فيما بتبقى اقل شوية من المهندس ولكن هي نفس التخصصات الهندسية اللي المهندس بيدرسها بالظلط زايد ان الكلية دي بتأهلك انك تبقى مدرس في المعاهد الفنية المختلفة يعني الكلية دي خريجينها اصلا موجهين لتدريس الحاجات دي او المواد بتاعتهم بتاع التخصص في المعاهد الفنية المختلفة والكلية نفسها طبعا لو انت بقيت معيد فيها الكلية بتقبل 20% من طلبة سنوية عامة و 80% من طلبة المعاهد الفنية والديبلومات الفنية المختلفة وده لانها طبيعتها عملية اكتر عشان كده ما بتاخدش سنوية عامة الا بشكل 20% فقط من المقاعد لكن بتاخد الديبلومات بشكل 80% من المقاعد مصروفات الكلية وزي ما انا قلت من الميميزات التجنريت المصروفات في حدود الف جنيه زي المصرفات العادية في التعليم الحكومي المصري العادي ليست مصرفات مبالغ فيها زي الكليات التكنولوجية الحديثة وفنفس الوقت هي اريبة قريبا بعد تحديل اللي حصل فيها مؤخرا ہم وانت حديث المناmieح بتاعتها بقيت اريبة من الكليات التكنولوجيا المختلفة عشان كده احنا ضمنها للسلسلة اليات وهي سلسلة الكليات التكنولوجيísة المختلفة في مصر وهي أنا شايفها من الكونيات الكويسة جدا في مصر في الفترة الحاجية واللي موجود لها شغل بالفعل في سؤال عمل كتير شكرا لكم أرجو أن أنا أكون أفدتكم وما تنسوش لو أنتم حابين تتعلموا البرمجة من الصفر للي احتراف هتلاقوا الكورسات البرمجية بتاعتي موجودة تحت في الـ description بالترتيب امشي بالترتيب أنا مرتبة على حسب السهولة